كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن بنك الكويت الوطني أن استمرار حكومة البحرين في إنجاز خطة التعافي الاقتصادي سيعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الاعتمالي للمملكة تحول كبير شهدته المملكة يؤكد النهج الواضح لتطوير الاقتصاد البحريني عبر التركيز على الهدف الرئيس وهو تحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين لتأتي الرؤية الاقتصادية 2030 مرتكزة على مبادئ أساسية هي الاستدامة والتنفسية والعدالة التي تشكل رؤية الحكومة والمجتمع والاقتصاد تقرير اقتصادي حديث صادر عن بنك الكويت الوطني كشف استمرار حكومة مملكة البحرين في إنجاز خطة التعافي الاقتصادي والذي سيعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الاعتمالي للمملكة حيث تتجه البحرين لتسجيل نمو اقتصادي العام الجاري يفوق معدل ما قبل الجائحة مسجلا انتعاشا اقتصاديا في أعقاب الجائحة والدعم المالي الخليجي وارتفاع إنتاج النفط والذي أسهم بدوره في تعزيز معدل النمو إلى 3% في عام 2022 متخطيا بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الجائحة وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن خطة التعافي بقيمة 30 مليار دولار جاء ليعزز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط حيث يتوقع التقرير أن تتجه الميزانية لتسجيل فائض خلال العام الجاري متجاوز بذلك الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بحلول عام 2024 وبالتالي فإن التطبيق الناجح للخطة سيعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الاعتماني للمملكة هذا وتستمر مملكة البحرين في سعيها لتحقيق قدرة تنفسية عالية في الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة الانتاجية في ظل مناخ تنفسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للإزدهار